ليه على المهداوي أنتم مش راليين تقبلون في الحوزات؟ اسمع يا شيعي اسمع يا موالي على المهداوي صاحب الإنحرافات الأخلاقية وكال على شفيفه يا علا اهو! ودوت أنا بقول لكم ده زندك من الزندكة الشيعة يعني محتجل لحد يظن إن هو سني ولا حاجة ومعمم شيعي وصورته فوقه هي صورته صورته هذا المعمم الشاهد بيقول لك انه وبيعترف لك ان علاء المهدوي صاحب فضائح اخلاقية عشان كده ما اخدهش في الحوزة الولاد موسيقى في قضية انتو عارفين لام وو والف طا فنقل من السجن وكان ممسوك يعني متعور وحاجات مسكوه من المستشفى الى السجن وهم علماء الشيعة ومعمم الشيعة اصدقاء علاء يعترفون بعد ان اختلفوا معه اسمع يا شيعي علاء المهدوي صاحب الانحرافات الاخلاقية انحرافات ايه يا شيعي مش عقائدية ولا انحرافات اخلاقية افهم بقى يا شيعي علاء المهدوي صاحب الانحرافات الاخلاقية ايوة طب ليه علاء المهدوي صاحب الانحرافات الاخلاقية يا معمم ما كانش بيقبل عندكم في الحوزات ليه ولا حوزة قبلت علاء المهدوي تعالوا نسمعوا نشوف ليه عنده الفضاح أخلاقية يا إخوة عنده فضاح أخلاقية فعشان كده ولا حوزة قبلت هذا النجس اسمعوا وليسمع الجميع وليسمع المهدوي وليسمع الجميع كله يسمع وليعلم الجميع سنة وشيعة سنة وشيعة بقى احنا بعناها خلاص الولد تلع مخروم ومش عايزينه عندنا خالص يا عم عوزو بالله وليقوله إن معتز تكلم عن علاء معتز القرشي هذا زندك المعمم هذا بيقوله تكلم عن علاء أخفي ليش الولد عنده الحرافات أخلاقية في المستشفيات والسجون الآن جاء وقت الرد على علاء المهدوي علاء المهدوي ابن البصرة الحيانية البصرة الحيانية من الحيانية الجميع يعلم كلنا نعلم أيوة ما تكملش محمم نعلم ونعلم الفضاح جات لنا وكل حاجة جات وحتى الزبت بلغ قعد سنتين حتى العيال كانوا بيتناوبوا عليه عياذا بالله عياذا بالله كل ده معروف المهم يخشيننا في الموضوع ليه مش عايزين تقبلوه في أي حوزة لماذا ولا أي حوزة بتقبل هذا الولد إن علاء لم يدرس بالحوزة يوما واحدا ولا يوم ولا يوم الحوزة قبالته تحداه أمام الجميع أن يأتيني بوثيقة من مدرسة حوزوية تعرف يا علاء تجيب وثيقة لمعتز القرش من أي حوزة قبالتك تثبت على إنه طالب علم أولا أول تصريح من الشيخ معتز القرشي أتحدى على أن يثبت لي إنه طالب علم طالب علم أنت يا علاء تستطيع أنك تثبت لمعتز القرشي أنك طالب علم ولا علشان أنت يا علاء ممسك في قضية ألا أخلاقية باعتراف أمير القرشي معتز القرشي هذا يا علاء أيوة يا معتز قلنا قلهم تاني يا معتز قلهم يا معتز عايزك تعرفهم يا معتز علاء ماله وليه ما بتتقبلش في الحوزة وليه أنتو المعاممين ما بتحبوهوش وم بتحبوش عيل العيل زغيرة تقعد معاه علاء المهدوي صاحب الانحرافات الأخلاقية أيوة صاحب انحرافات أخلاقية ليا معتز عرفنا بلاش أنت تعرفنا هو الفيديو ده كافيل أن يعرف كل شيعي عاقل الفيديو ده كافيل أن يعرف كل شيعي عاقل كل شيعي عاقل هيشوف الفيديو ده وهيعرف علاء المهدوي يا رب تكونوا بخير أسفى على التأخير الفترة اللي فاتت النهار ده لاجعلك بحاجة مختلفة يمكن بقى لي فترة كده شهوري يعني ما روحتش لأي دكتور خالص جلدية قلت بقى إيه أروح كده أشوف الدنيا فيها إيه وأكشف عند الدكتور يعني بس أنا شعري يعني مشاكل اللي في شعري ممكن معاني بس شوية من جفاف وشعري شوية خفيف عندي مشاكل شوية في الهرمونات شعري بقى بدأ يخف شوية فقلت بقى إيه أروح أرحق نفسي فحليل والحليل مشاكل في الهرمونات بقى لي فترة مش مغاملتش تحليل يا قميلة يا حلوتهم إيه لي يا بنت الحلوة دية بص بص بتعمل إزاي بص بص الأول بص 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 كانت إيده على بقه الأول طول البس حدت إيده على فمه على شفايفه اللي بينفخها بص بص حدت إيده على بقه وبعدين تطلع على بقك اعدل التحجيبة وطلع الشعرتين منها ايوة يا جميلة يا حلوتهم أنا قلت لك يا علاء قلت لك أنا هخلي كل شيعة العراق تتبرق منها أنا هخليك ما تطلعش من بيتك ده لسه عندي طوام والله هبينها في الحلقات القادمة هخليك قاعد في بيتك ليلو نهار ما تطلعش تطلع برا علاء بسكليتة رايح يتركب البسكليتة اهي يعني توصلهم يعني بسكليتة بتفهماش يا علاء واحد فبص يا علاء بص شوف علاء بسكليتة بيعمل ايه ركز معايا اول حاجة بيحط يدو على بقه يا شيعي يا عاجل بس 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 الحدي يدو على بقه وبينلع لكم في راجل يوعد كده بينلع لكم في راجل يوعد يوعد عامل لكم كده يعني في راجل يعمل كده المهم المهم قاعد القاعدة دي وبعدين يا علاء فعلست طبعا وبعدين يمسك شعره كده ايوة المهم ايه الترحة مزبوطة والشعارتين طلعين من الجناب علشان اه علشان اه اه اغري العيال الزغيرة الخبلة بتعمل ايه? انا مش عارف والله بسكوتة ولا معتلة ولا مخرم ولا ايه? بصوا والله العزيم. كل والله يعني انا اكسم بله في نساء ما بتعمل كده. يعني يا جزل المرأة تعمل كده مسلا قاعدة في بيتها او شي. لكن والله في قنوسة يعني قوية جدا والله. لكن احنا يعني ما عندنا هذا يعني. انت بتحل ايه يا علاق يخرب بيتك? بصوا بصوا الولا. بصوا الولا الاول ايدك. ايه يلا ايدك على بقك. يلا ايدك على بقك. ايوة. على بقك وبعدين تطلع. طبعا هيكتب. يا كميلة. يا حلوة. يا عزل قوف تتحكي. قوف تتحكي. لأ اسيب الشعرتين بقى. على حاجات. الجنب التاني بقى الجنب التاني عشان ما يزعلش. بص الولاي رفع صابعه ازاي. بص صابع الولاي مرفوع ازاي. ايه ده? ايه ده يا يا غبي. وبصوا عوجلهم بقه ازاي. ايه ده? اعوذوا بالله الاول كان بيصدرها وكنا بنجيبها. ده ده قدامنا. اما لما بيبقعد مع حد وفاتح له كاميرا الواحده بيعمل ايه? ايه. ايه الجنب التاني. ايه الجنب التاني. يلا. يلا الجنب التاني. ايه ده خالي جوا. شوف شوف تدخل شعره. والله انسة خالص. انسة خالص يعني بص. بص بص الصابعه. انا انا عايزك يا شعي يا عاكل تبص كده. تبص على صاحب الانحرافات الاخلاقية باعتراف الزنديك معتز القراشي. بص بيعمل ايه في شعره هنا يا شيعي. بص بص بص. عايزك تركز كده. بص انا هكتم الصوت علشان آآ صوت المرأة. ايوة اول حاجة ايه ده على بق. وبعدين يلا يا علاء. يلا يا علاء. ايوة كده ما تتكسفيش بقى. ما تتكسفيش بقى كده وتتحكي كده يلا. ايوة ايوة جوة جوة خالص. ايوة ادخلي شعرت جوة. ايوة ايوة ايوة. طلعي شعرتين من تحت بقى. ايوة. يا 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 اروب انت بتبص بترفعينك كده من الجنب كده زي التعلب. يا يا تعلاب انت. تعلب يا ولا يا اختي كميلة. بص بيبص بترفعينها ازاي. بص بص بص. بتغري اللي كان المناظر السنة. تاني كل شيء يقول رامي ارفع عن الحظ. رامي مش محظور. اتاني عايز يبصيلي كده الغابي بص. بص بيدخل شعره بيبص ازاي. ايه ده يا واقح. ايه ده يا واقح. اعوذ بالله. اعوذ بالله بص الولا. بص بص بيبص بعين ازاي. يا خبار البيان. بالله عليكم لو خبنا اللحية كده. ده راجل بص بص بالله عليكم. بص انتوا يا شيعي يا موال. بص. ده شكل راجل بالله عليك يا شيعي. اعوذ بالله. اعوذ بالله. اعوذ بالله. اعوذ بالله. اللهم ما هدي الشيعة يا ربه ما يسمعوش لهذا القذر. اعوذ بالله يا بصوا..يلا تاني بقى ايوه ايوه هاتيها من الاول تاني يلا لا وهاتيلك كمان كنت بتلعابي في الحجاب يلا ايوه ايوه سواني سواني لا 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 مش دي هاتي من الاول يلا يلا ايوه بص هنا بقى ايوه 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 دي يلا يلا! اعطي الله الديفيره من ورا الترحة من ورا ايوه فاتفكت الترحة منكيه يينفع كده ينفع كده ينفع التار حتتفك منك معلش 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 هترجع تعملها ما ينفعش التار حتتفك منك في المباشر كده لا يا ده اللوعة ما ينفعش كده يا ده اللوعة خالص. ايو بص With care. في عينك ايوة عايزة تقول للكل واحدة شوف انا بربط التار ح ازاي اتعلموا بقى اتعلموا من علق وبا pupp escape بقى بس انا بربط التار ح ازاي بس 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 وسطو بسوا بس كاميلة يا حلوة ايوه من ورا ايوة ايوة من من وراء، من وراء. شفتم؟ شفتم بجيبها من قدام لي وراء، اتعلم حاجة تفيدكم علشان تتعلموا بقى ما ينفعش علاقة عبان للونهار كده تدلوعة ايوه ايوه دلوعة وريهم وريهم ايوه اتفكت محلش تعيش وتاخذي غيره يلا ربطيها تاني يلا وريهم ايوه وريهم ايوه من ورا من ورا ايوه فك الترح فكيها بقى فكيها وعرفي الجمهور انا عايزك تفكيها وتعرفي الجمهور بتتربط ازاي يلا يلا هتفكها لكم من الاول وجديد تاني ركزوا بقى عشان تتعلموا انت اتحجبت امتى يا حبيبتي اتحجبت امتى كده يلا ايوه فك الترح فكيها ايوه 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 فكيها اربطيها من هنا ايوه الشعرتين دول بيطلعوا ليه كده؟ الشعر دولة أنا احنا عايزين بس القصة اللي تبقى باينة كده أيوة القصة من هنا والشعر دل خصتين دول دخليهم جوة ماينفعش يا قروم ماينفعش أيوة أيوة يا اغتي كمينا أيوة أنا زبطي من اللجنب كده يلا ضبطي من اللجنب وقدامه وورا كده أيوة أيه الحلوة دي؟ أيه الحلوة دي؟ يا الله يا الله يا الله أيه الغباء ده؟ ايه الغباء ده فترة مش معملتش تحليل فلسه طبعا هيكتب لي على حاجات تانية وكده بس اهم حاجة واهم نقطة عايز اقولها لكم ان لو حد عنده سؤال اكتبوا لي تحت في التعليقات وانا هجمع التعليقات بتاعاتكم كلها واسئلتكم طيب عرفتوا بقى المعمم تلع قال لكم كده ليه معتز القرشي عرفتوا معتز القرشي تلع قال لكم ايه على علاء عرفتم يا شيعة عرفتم يا موالين علاء المهدوي مالو مالو علاء المهدوي مالو يا معتز صاحب الانحرافات الاخلاقية صاحب الانحرافات انتوا قادرة بقى احنا شفنا فيديوهات بس طبيعية دي لكن انتوا قادرة بقى عمل ايه بقى ولا انتوا عملتوا في ايه انتوا قادرة ما هو برضو هو يتشك في الحركات اللي بيعملها دي اكيد يا معتز ده حصل حاجة بينك وبينه وبعدين راح لواحد غيرك اكيد يعني الحاجات دي عندكم سهلة علاء المهدوي صاحب الانحرافات الاخلاقية ايه طب بتعند على شفايفك ليه عددك على شفايفك دي بتبين حاجة بص يا شيعة اهو اهو بص يا شيعة يعمل ايه علاء المهدوي مالو علاء ومتعندش على شفايفك عشان بيبانوا وبيبقى عارفين انت عايز تقول ايه صاحب الانحرافات الاخلاقية ايوه ايوه شفت شفايفك ليه يا حبيبي بتعمل في شفايفك كده ايه اللي حصل عرفنا عرفنا يا معتز ايه اللي حصل من هذا الزنديك عرفنا عملته ايه عملتي في ايه وجاي ما قاعد يعمل لك الهرمونات الزايدة اللي عنده ديت وياجوز تغيير الجنس اعوذ بالله وكل ما نشوفه شفت الفيديوهات في الحلقة الماضية هتلاقيه في اخر باث يطلع الولاء اللي حادث ميكب هنا ويعيل حادث ميكب من ناحية تانية اعوذ بالله ده علاء المهدوي يا شيعي يا عاقل ما زلت تستمعوا اليه يا من تقول انا مهدوي كعلاء وعمل لكم جروب على التليجرام وبيجمعكم اقل ما تفعله الان بعد هذا الفيديو انتظت اعجاب وتشارك رابط الفيديو ولا تنسى ان تشغل الاشعارات كي يصلك كل ما هو جديد اشتركوا في القناة